انا دعيت الى انتخابات مبكرة وطلبنا ان يكون السادس من حزيران الماضي موعد الانتخابات البعض طلب تأجيل الانتخابات الى ربيع عام 2022 قلنا كلا الانتخابة تأجيل ان تكون في يوم 10 اكتوبر واليوم 10 اكتوبر الجمعة الماضي كان الانتخاب الخاص اليوم انتخاب العام وعدنا شعبنا ووفينا بالوعد كنا صادقين مع شعبنا هذه فرصة التغيير رغم تشكيك البعض ان الانتخابات سوف نتحصل اليوم 10 بالشهر والان الحبر الازلخ في اصبعي وان شاء الله يكون اليوم في اصبع كل العراقيين يجب ان نساهم جميعا بالتغيير واقعنا ندائي العراقيين الوقت ما زال امامنا اليوم اخرجوا وانتخبوا وغيروا واقعكم من اجل العراق ومن اجل مستقبلكم ندائي الثاني للمترددين تبكروا على الله اذهبوا واختاروا من ترونه مناسبا لمستقبلكم المستقبلكم العراقيين هذه اول انتخابات منذ عام 2003 منذ عام 2003 تجري بعدم وجود حضر التجوال وهذه اول انتخابات رئيس وزراء لم يشارك بالانتخابات لكي يبعث رسالة ان الحاكم هو خادم للشعب وكان هناك انشطار او انقسام اجتماعي بسبب الحراك التشريني الذي كان يطلب باصلاح اجتماعي صادق اليوم يجب ان نساهم جميعا بتغيير واقع عراقي هذه فرصتنا هذه فرصتنا اذهبوا وغيروا واخعكم بانفسكم هي العراقيون الابطال عندنا فرصة البعض قال الحكومة نجحت بملفات الخارجية والامنية واخفقت في الملف الاقتصادي اقول الحكومة نجحت بملفات الخارجية ونجحت بملفات الامنية وغدا غدا الاثنين سوف تسمعون عن انجاز امني كبير مردنا عن علي اليوم حتى نعطي فرصة للانتخابات ان تكون هي السيدة وهي الحافز العراقيين وقول الذين يقولون ان الحكومة فقط اخفقت في الملف الاقتصادي الحكومة في اقل من سنة نجحت ان توفر احتياطي 12 مليار دولار بوضع نهار اسعار النفط بازمة كورونا وفي دولة كانت شبه مفلسة والحكومة نجحت بتقديم ورقة البيضاء للاصلاح وقلنا منذ اللحظة الاولى ورقة الاصلاح البيضاء تحتاج من ثلاثة الى خمس سنوات لكي يستنهض العراق فرصتنا بالاصلاح بالانتقال العراق الى مصاف الدول المتقدمة موجودة نحتاج قيادة حكيمة ونحتاج شعب اختار العراقي الذي فكر من اصلحة بلده اتمنى كل توفيق السالة الاخيرة اخرجوا 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة